ومش بس رقم واحد في البطلات الحقيقة لا هو رقم واحد حتى في العلاقات الاجتماعية والدور الوطني المسؤول سواء كان النادي الاهلي بمجلس دارته وحتى المنتمين للنادي الاهلي زي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي يعني يمكن بينتهج نهج مستر مانو الجوزين لما شفناه كده في بداية الالفية 2006 بالمناسبة يعني كرة القدم المصرية من بداية القرن تقريبا باستثناء التفرة اللي حصلت الحقيقية لمنتخب مصر مع كابتن حسن شحاتا والجيل العظيم اللي كان احد اهم مكونات والنادي الاهلي ايضا في 2006 و2008 و2010 امم افريقيا الوضع كان صعب جدا بالفعل بدون النادي الاهلي كعادة الامور وكعادة الكلمة اللي انا بقولها ان النادي الاهلي هو عمود خيمة الرياضة المصرية النادي الاهلي على مستوى الاندع ومحمد صلاح في الدولات الانجليزية اللي هيكون بالتأكيد عندنا وقفة معه لما نتكلم او نفتح ملف المنتخب الوطني لكن حاليا ملف مرسل كولر وزيارته لمستشفى يعني 57-57 اللي بتكشف عن جانب اخر من جوانب هذا الرجل يعني للحقيقة مش وقت حقه مع الاعلام الرياضي يمكن كنا بنسمع ان بعض المديرين الفنين في اندية اخرى مجرد ما يحقق عدد من الفوز المتتالي يبدأ نسمع على طول يعني مناشدات ودعوات بفكرة استفادة القرى المصرية من المدير الفني لكن مرسل كولر ولا انه مدرب النادي الاهلي حقق البطلات الممكنة العام الماضي ما شفناش هذه الدعوات والنداءات ما شفناش استضافات وان كنت ارى ان مرسل كولر يستحق ان يكون ضيف في معظم البرامج وتحديدا برامج التوكشور كمان لانه تخطى بالنسبة لي فكرة الكرة القدم او الرياضة الراجل الحقيق بالمستوى الاجتماعي وزياراته لانحاء مصر والدعاية لمصر سياحيا والتعامل شفناه مع طريقة عمل خبز عيش كده وفرن ويتواجد وياخد لقطة دي وينشرها وياخد اجهازة في الجونة وينشرها ده كله يعني بيوصل رسالة ان الراجل ده حابب كويس قوي التقرب من الشعب المصري وتحديدا جمهير كرة القدم المصرية فكانت زيارة الحقيقة يعني كلها ود واضافة لشخصية مرسيل كولر الاجتماعية وتعاملوا مع الاطفال اللي بنتمنى لهم طبعا الشفاء من كل قلوبنا كانت لقطاتها فارس مميزة جدا ولا تخلم الفكاهة كالعادة والرجل ده اصلا له حديث عن فكرة المفكاهة ان الشعوب الشعوب بقدر كبير جدا تعاني في ظل الازمات الاقتصادية والظروف الطاحنة وبالتالي هو بيسعى دائما ان هو يرسم الابتسامة على وجوه هذه الجمهير يمكن دي كانت رسالة قالها بعد فوز النادي الاهلي بيئة السوبر وحركات يعني اللي عملها امام المدرج ومع جمهير النادي الاهلي وكان قال ان انا قاصد ده وان انا بعمل ده عشان ارسم البسمة على وجه جمهير النادي الاهلي نفس القصة راح 57 حاول ان هو يرسم البسمة والتودد والتقرب من الاطفال اللي بنتمنى لهم طبعا بالتأكيد الشفاء